نحييكم من هنا من ملعب البطراء لننقل لكم لقاء اعتصال أحد الأسماء اللامعة التي قدمت الكثير والكثير لكرة القدم الأردنية على مستوى الأندية الأردنية والمنتخابات الوطنية اليوم يوم الوداع ولكن لا نقول وداعا لعيسى السباح بل إلى اللقاء يا عيسى يا ابن السباح متابعي ومشاهدي برنامج الصباح الرياضية اليوم رح نكون معكم في تقرير خاص لمباراة اعتزال الكبتن عيسى السباح اللاعب اللي خدم كرة القدم الأردنية أكثر من عشرين عام وتنقل في العديد من الأندية المحلية والخارجية كونوا معنا في هذا التقرير هذه الأسماء التي يما قدمت يا سباح اليوم عيسى ينطلق بكرة السباح يعطي كرة الله ولكن يا جويلز مهند حلو كرة من عيسى السباح عيسى السباح مر عيسى السباح وهدف من عيسى السباح يسجل عيسى السباح هدف جميل على يمينك يا مهند جويلز يوقع السباح على هدف جميل وهو جميل دائما بأهدافه عيسى السباح يسجل هدف الثاني لقدام الوحدات نعم عيسى السباح والرفاق حاضرين هنا عيسى نعم بيبه لحظات نعيسى السباح موليد خمت وعشرين ديسمبر الف سمية وستة وثمانين عيسى الآن بأمتار صغيرة يخرج ويغادر المستطيل الأخضر نعم الذي بدأ مسيرة مع الوحدات منذ عام الفين واربعة هنا بدأت حكاية السباح واستمرت مع شباب الاردن والنهض السعودي والجيل السعودي ونادي اليارموك ومن ثم الرمثة وإلى شباب العقبة أول شي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على مسيرة تعدت العشرين سنة الحمد لله بفضل الله كانت إن شاء الله تكون مسيرة ناجحة إن شاء الله ما أكون قصرت مع أي نادي العبت فيه وهاي حال كرة القدم لكل بداية في نهاية وخلاص أنا ارتايت أني أوقف كرة قدم كلاعب والحمد لله رب العالمين إن شاء الله أنو نتوفق في القادم بشكر كل من دعمني في هذا الاعتزال بشكر الحضور بشكر كل من آزرني بشكر كل من دعمني ويتواجد معي في الملعب وكان معي حتى على مستوى تعليق صغير على السوشال ميديا وبشكر الجميع وبالنهاية الحمد لله رب العالمين وربنا يديم الصحة على الجميع إن شاء الله الخطوة القادمة العز السباح إن شاء الله ناوي إني أنا ما تركي شكرة القدم حابب أني أصير مدرب إن شاء الله ربنا يوفقنا أن نظل في مجال التدريب بإذن الله بكرة القدم أنا بفتخر ببابا كثير والحمد لله أنا مصيرة طوب نجاح وأنا حتى كنت دائما كنت كثير بحب أعود على التلفزيان وأحضر مبارياته وكنت بنبسط كثير لما يجي بقبال وحتى أنا بحب كلما يعلمني كيف ألعب كرة قدم وأنا بحب كرة قدم دائما أنا كثير بحب بابا وأفتخر فيه وأله يخلينا نيعب الأيام القادمة أول شيء أقول له الحمد لله رب العالمين اللي ربنا أنهى أعماله هيك اللي الرياضية هاي وهو صحة وسلامة وقدر أن يعطي كمان أعوام بس ولكن هيك اختياره كان اختيار أفضل والحمد لله رب العالمين يعني كان قمة في الأخلاق وكل يحكي عنه بأخلاقه وكرمه يعني بالنسبة للي وبلعبه والحمد لله رب العالمين ومشكورين كل اللي يجي ودعمونا في هالي المقابل كيف شفتها أجواء اليوم والاحتفال والله هي أجواء رائعة جدا وجو كان حلو كثير واللي خدمت لنا يا الاتحاد ونادي الوحدات وشباب العقبة إشي كثير والله نحكي له يعطيك العافية إن شاء الله نكون ما قصرنا معه اليوم مباراة كارت حلوة ما بيننا وبين قدام الوحدات تشرفنا بأنه نلعب ضد لعبة مميزين يعني كنا نتمنى أنه نشوفهم أرض الواقع الآن لعبنا معهم والحمد لله يعني طلعنا في أداء مميز على الصعير الشخصي وفريقنا كان جيد لكن ترقصنا بعض خبرات اللعبه والحمد لله كانت مباراة حلوة ونتمنى لكابتن عيسى سباح التوفيق في مسيرته التدريبية عيسى السباح آخر عنقود الجيل الذهبي اللي ممكن كان معنا بالوحدات الربعية الأولى والربعية الثانية ونقول له يعطيك العافية نتمنى له التوفيق بحياته القادمة سواء بعالم كرة القادمة أو بحياته الخاصة والشخصية زي ما بحقوها على نياتكم ترزقون عيسى نيت وصافية وإن شاء الله ربنا رح يرزقوا وعوضوا خير لاعب مميز داخل الملعب وخارج الملعب